الإتيكيت الإسلامي في الحضائق والمنتزهات العامة بنخرج بريحة ولبس نظيف وبنحافظ على نظافة المكان اللي احنا فيه ولو أغدين معنا حاجات سواء كانت أكل أو شرب أو أدوات للعب والترفيه فبننم كل حاجة ورانا وإحنا ماشيين وبنسيب المكان أنضف المكان وده مصداقا لقول رسول الله إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة فنظيفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ولو معنا ميا أو شاي أو أي سوائل مش عايزينها ما بنكبهاش على العشب أو الأرض أو الأماكن اللي الناس ممكن تيجي بعدنا وتعود فيها وبنعلم السلوكيات دي لولدنا لإن ما نشبه على شيء شابه عليها ومش بنأزأز اللب ونرمي أشره على الأرض ولو معنا زبالة أو مهملات بنرميها في المكان المخصص لها ولو ما فيش مكان نتخلص منه فيها بناخدها معنا لو هي صغيرة لو هي كبيرة بنحطها في كيس ونركنها على جهة ما بنأزيش الورد أو العشب اللي موجود في المكان ولا بنكسر الكراسي أو الأماكن المخصصة للجلوس وما ينفعش نشوه المكان بالكتابة على الحطام وما بنضيقش الناس اللي موجودة معنا بالمعاكسات اللفظية أو غير يقول صلى الله عليه وسلم